بتقرير هيومن رايتس ووتش بأن السلطات التركية رحلت بشكل تعصف مئات اللاجئين السوريين إلى شمال سوريا قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات التركية رحلت بشكل تعصف مئات الرجال والفتين السوريين اللاجئين إلى تركيا بين شباط وتموز من العام 2022 وإشارت المنظمة في تقريرها إلى أن عمليات الترحيل هذه تمثل نقيضا صارخا لسجل تركيا السخي كدولة استضافت عددا من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم وبحسب تقرير المنظمة التي قالت إنها قابلت أشخاص من المرحلين إلى شمال سوريا فإنهم جميعا أجبروا على توقيع استمارات أما في مراكز الترحيل أو على الحدود نتابع التقرير ونعود للنقاش احتجزنا في غرف ضيقة وغير صحية تعرضنا مرة للضرب وأخرى لسوء المعاملة هكذا وصف شبان سوريون لمنظمة هيومان رايتس ووتش مع شوه خلال ترحيلهم من تركيا وذلك في تقرير تناول الموضوع تقول المنظمة إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين إلى سوريا بين شباط وتموز من العام الجاري بما يعتبر نقيضا صارخا لسجل تركيا السخي كدولة استضافت من اللاجئين أربعة أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بكامله إذ سجل التقرير شهادات لسبعة وثلاثين شخصا قالوا إنهم رحلوا إلى سوريا مع شرات ومئات آخرين مشيرين إلى أنهم أجبروا على توقع استمارات تتضمن موافقتهم على العودة الطوعية فضلا عن تعرضهم للضرب والتعنيف والوضع في مراكز احتجاز تفتقر إلى مقومات الحياة وفق نادية هاردمان الباحثة في حقوق اللاجئين في المنظمة تعتبر هذه العمليات انتهاكا للقانون الدولي خاصة أن تركيا هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقيات أخرى جميعها تحضر الاعتقال والاحتجاز التعسفي والمعاملة اللا إنسانية والمهينة من جهته رد الدكتور سافاش أونلو رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية على هيومن رايس ووتش مطلع تشرين الأول برسالة رفض في النتائج التي خلص إليها التقرير الحقوقي مشيرا إلى أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم واصفا ما تحدثت عنه المنظمة بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة عدة توصيات تضمنها التقرير طلب فيها الحكومة التركية بإنهاء عمليات الاحتجاز التعسفي والترحيل إلى الشمال السوري وضمان عدم استخدام العنف أو الإجبار على التوقيع على استمارات العودة الطوعية والسماح لمفوضية الأمم المتحدة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز ومراقبة ما إذا كان السوريون المحتجزون يرغبون في البقاء في تركيا أو يريدون العودة طواعية إلى سوريا وينضم إلينا هنا في الاستيديو سيد طاها الغازي الناشط في مجال الحقوق اللاجئين مرحبا بك سيد طاها أنت كنت أحد المشاركين في تحقيق هيوم الريتواتش الذي أعدتها عن موضوع اللاجئين وعيد اللاجئين من تركيا إلى سوريا وتناول قضية الترحيل طيب لو نتحدث أكثر عن ما جاء في هذا التقرير أبرز النقاط وأبرز الاكتشافات التي تم اكتشافها بهذا التقرير بداية طبعا تقرير هيوم الريتواتش هو جانب من جوانب التقارير التي تعدتها عدة جهات دورنا بهذا الصدر بما يتعلق بقضايا حقوق اللاجئين السوريين تحريدا سواء كان مع المنظمات الحقوقية التركية أو سواء كان أيضا مع هيئة حقوق الإنسان والمساواة كهيئة حكومية أو سواء كان مع منظمة هيوم الريتواتش كانت عبارة عن أعداد تقارير أولية بما يتعرض له اللاجئ السوري في مراكز الترحيل وأيضا ببعض القرارات التعسفية الصادرة من رئاسة الهجرة بما يتعلق بترحيل اللاجئين السوريين قدمنا تقارير أولية لهوم الريتواتش خلال الأشهر الماضية بهذا الصدد وأيضا ساهمنا بموضوع التنسيق والتواصل مع بعض الشهود العيان الذين قدموا في هاداتهم جوانب من الانتهاكات التي تعرضوا لها طبعا التقارير الأستاذي كان على محورين المحور الأول بما يتعلق بمراكز الترحيل وما يتعرض له اللاجئ السوري في مراكز الترحيل سواء كان من بعض عناصر الموظفين موجودين في مراكز الترحيل تعنيف لفظي، تعنيف جسدي إجبار وإلزام اللاجئ السوري على التوقيع على أوراق العودة الطوعية منع اللاجئ السوري من التواصل مع ذويه أو مع محاميه أثناء فترة توقيفه أو تواجره في تلك المراكز المحور الثاني كان معتمد على موضوع ترحيل اللاجئ السوري بشكل تعسفي دون عرضهم على أي محكمة أو دون السماح لهم أيضا بالتواصل مع محاميهم أو ذويهم علما أنه قرار الذي ينص عليه نظام الحماية الموقعة لا يحق ترحيل اللاجئ السوري إلا بعد سبعة أيام من توقيفه لكن كان في عدنا شهود عيان أكدوا أنه تم ترحيلهم للأسف الشديد خلال 48 ساعة طبعا مع تكبيلهم أثناء نقلهم من محافظات بعيدة إلى المناطق الحدودية أو المعبر الحدودية كمعبر باب السلامة أو معبر باب الهوى بتكبيلهم من أيديهم وأيضا منع عنهم أثناء السفر ما يتعلق بموضوع الأكل أو الشرق طيب تكلمت عن موضوع شهادات حصلتم عليها من شبان تعرضوا أثناء الترحيل في مراكز الاحتجاز للسوء معاملة إن كان ضرب أو إن كان تكبيل أو إن كان منع التواصل مع ذوي المحتجز هل هذه هي عبارة عن حالات فردية أم جماعية طبعا أستاذ أكثر شيء إحنا بموضوع الشهادات أو الإفادات التي أتتنا من شهود عيان تحدثت عن نقاط أساسية بما يتعلق بمراكز الترحيل النقطة الأولى هي منع اللاجئ للتواصل مع ذويه أو مع محاميه خلال فترة التوقيف وهذا الأمر طبعا بالنهاية الغاية منه نفاذ المدة الزمنية لها سبعة أيام النقطة الثانية أيضا أشار إلى بعض الشهود تعرضهم للتعليم النفسي والجسدي والضرب والإهانة طبعا النقطة الثالثة أيضا كانت سوء الأوضاع التي كانت تواجد فيها اللاجئين السوء في مراكز الترحيل كذلك قسم منهم أشار بأنه تم إجبارهم وإلزامهم في بعض الأحيان تحت الضرب على التوقيع على أوراق العودة الطوعية أو خلينا نقول الضغط النفسي في حال ما وقعت أنت على أوراق العودة الطوعية رح تبقى معتقل في مراكز الترحيل لمدة سنة كاملة قسم منهم أفادوا أنه في موظفين موجودين في مراكز الترحيل هم من يوقعوا نيابة عنهم بما يتعلق بقرار العودة الطوعية طيب هذا الموضوع إجبار الناس على التوقيع هل نسبته كبيرة هل هو حالات فردية أيضا كيف يتم محامي لا يمكن مثلا عندما يأتي يؤتى بشخصة سبيل المثال أن يوقع بشكل إجباري أو أحد يوقع عنه كما ذكرت هل لا يستطيع عندما يخرج مثلا توكير محامي والشكوى على أن هذا ما حدث معه المشكلة الأساسية أن هذه الحالات كانت خلال الأشهر الماضية حالات فردية نادرة لكن مع الأسف خلال آخر أربعة أشهر أو خمسة أشهر وحتى الدراسة تناولت الأحداث أو الوقاعة التي تمتد من شهر شباط إلى شهر آب من العام الراحل لاحظنا أنه في تزايد في تواثر بهذه الحالات المشكلة أن الشخص بعدما يتم ترحيله لمناطق الريف الشمالي ما رح يكون بإمكانه للأمانة أن يتواصل حتى لو يتواصل مع ذوي أو محامي فما رح يكون في عندنا أي إمكاني أن نرجع مرة ثانية دخله لتركيا الأمور زادت طبعا قد يتبادل يدهن المستمع والمشاهد أنه ليه زادت هذا هو السؤال لماذا زادت بالأول أخير هذه الحالات ويجب أن تتناقص شخصيا أنا بالنسبة لي بما يتعلق بموضوع زيادة حالات الترحيل أو وقاعة ترحيل اللاجئين السوريين وأيضا تواثر موضوع التوقيف بشكل تعصفي أو عشوائي في بعض الأحيان يعزى إلى أسباب عدة من أهمها أول شيء بما يتعلق بمشروع الحكومة التركية المتعلق بإعادة مليون لاجئ سوري ثاني شيء ما يتعلق بموضوع الوعود الانتخابية سواء كان من قبل تيارات في المعارضة التركية أو سواء كان من قبل برامج الحكومة التركية أيضا هناك عمل أساسي ومهون جدا ما يشاعر الآن وما ينشر في وسائل الإعلام ويتم أيضا تصريح إليه من قبل بعض الأطراف الحكومية والشخصيات السياسية التركية بغض النظر عن أطراف سواء كانت حكومة معارضة بموضوع التقارب أو التواصل مع نظام بشار الأسد كل هذه الأسباب بالنهاية لا بد أن تكون متزامنة كما نشاهد الآن مع أحداث لبنان اليوم حتى في لبنان أعلنت الحكومة اللبنانية وزير المهاجرين أعلن عن يوم الأربعاء عن إعادة ستة آلاف لاجئ سوري كذلك الأمر ما يتعلق بموضوع الأردن أحداث مخيم الركبان لو قررنا كل هذه الأحداث راح نلاحظ أن الموضوع بالنهاية متوازي وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية تركي ميلوش شاوش أغلو العام الماضي في لقاؤه وفي خطابه في البرلمان لتركي عندما أشار بأن الدول الأربع المجاولة لسوريا قد أعدت خطة لعودة اللاجئين السوريين عودة طوعية وليست عودة بهذا الشكل عودة طوعية خطة العودة لمن يريد أن يعود وليست قصريا تماما بالنسبة لهم عودة طوعية لكن بالنسبة لنا كمجتمع سوري لاجئ نعلم للأسف الشديد ما يتعرض له اللاجئ السوري من الانتهاكات في مراكز الترحيل أو حتى في موضوع قرارات الترحيل التعصفي أو الاعتقالي حتى بعض الأشخاص تم اعتقالهم من أماكن عملهم بعض الأشخاص لغم انتلاكوا بطاقة الحماية الموقتة تم توقيفه مزاجية تعامل عناصر بعض عناصر الشرطة الكيفية لتعمل فيها بعض موظفي ديالة الهجرة قد تكون بالنهاية هي السلطة التي تغير واقع عسر بأكملها للأسف الشديد من المجتمع اللاجئ السوري في تركيا طيب المنظمة جوم رايتس ووتش أشارت إلى أن ما يحصل من عمليات ترحيل هو أمر مناقض لسجل تركيا كدولة تعد من أكثر دول العالم التي استضافت لاجئين سوريين إذن دولة استضافت هذا الكم من اللاجئين لماذا يحصل هذا الموضوع الآن بهذا الشكل يعني انقلاب بين ليلة وضحاة أستاذي هذا الانقلاب بالنهاية يعني هو متزام ومقترن بالانقلابات التي باتت على الساحة الخارجية التركية بمتعلق بالسياسة الخارجية سواء كان الملف الإماراتي أو الملف السعودي أو سواء كان ممتعلق بملف الكيان الصهيوني الحالة السورية أيضا من هذه العطافات والانقلابات التي تشهدت تركيا في الفترة الحالية اليوم الفترة الانتخابية اليوم الانتخابات التركية القادمة باتت هي العامل الأساسي كل الأحزاب حتى الحكومة بهذا الصدد باتت تبحث عن أصوات المجتمع التركي في صناديق الاقتراع بغض النظر عن كل الشعارات السابقة التي أطلقت بهذا الصدد طيب الدكتور سافاش أونلو نفى جلمة تضمنه التقرير تقرير المنظمة وأعتبره مزاعم غير صحيحة ماذا تقول في ذلك؟ يعني اليوم بالنسبة للدكتور سافاش أونلو هو كلامه بالنسبة لي شخصيا يُعزى إلى السببين السبب الأول موقع الوظيفي اليوم أي حكومة أكيد ما راح تتوافق على ما ورد في هذا التقرير لكن هناك شغلة أساسية إن كان اليوم رد صدد أونلو لتقرير هومور رايت ووتش مبني على أن هذه المنظمة المنظمة ليست تركية نحن هنا لا بد أن نشير بأنه في الشهر الثامن تماما في الثامن من آب هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية وهي هيئة حكومية أقرت أثناء مراجعتها لمركز الترحيل في أغزلي بتعرض بعض اللاجئين السوريين للتعنيف اللفظي والجسدي وعلى أثر هذا التقرير قامت بتقديم شكوى ضد مركز أغزلي كذلك الأمر شاركنا في الأسبوع الماضي 14 شهر الحالي مع الهيئة نفسة هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية في زيارة مركز توزلة مركز الترحيل وهناك تقرير سوف يظهر خلال الأيام القادمة لم تكن المشاهدات التي رأيناها في مركز توزلة بعيدة للأمانة عما ذكره التقرير هومور رايت فوش هذا العامل الأول العامل الثاني للأسف الشديد مؤسسات المعارضة السورية الهيئات والمنظمات التي تلتقي دائما مع رئاسة الهجرة مع وزارة الداخلية ما زالت عبر السنوات وإلى يومنا هذا تنأى للأمانة بوضع هذه الانتهاكات أمام الجانب التركي ما هي الأسباب؟ أغلب هذه الجهات السورية عندما تخرج من الاجتماع تخرج لتشكر هذه المؤسسات وتقدم لها الشكر أنا كنت أتمنى أن تكون تقرير هومور رايت فوش صادر من هيئات المنظمات السورية للأمانة تخيل أن حتى هيئة حقوق الإنسان والمساواة هي هيئة حكومية عندما نشرت تقريرها المتعلق بمركز سرحي الأغوزلي كل المنظمات السورية خير نقول القسم الأكبر نأت بنفسها حتى عن مشاركة المنشور ما السبب؟ اليوم كان خوف بهذا الموضوع خوف من ماذا؟ أي منظمات عملوها على هذا الموضوع؟ أستاذ العلاقة الوظيفية بالنهاية هي التي تتحدد هذا الشيء اليوم للأمانة لو كانت المنظمات في لقاءاتها مع رئاسة الهجرة أو حتى مع وزارة الداخلية تضع على طاولة الحوار أو النقاش مع هذه الجهات التركية واقع اللاجئين السوري متعرض لهم الانتهاكات ما كان قادر لا سواء كان مدير رئاسة الهجرة ولا حتى وزارة الداخلية أن تنكر هذه اللقاءات حتى في إمكانية للأسف الشديد في أحد اللقاءات أشار أحد موظفي دائرة الهجرة اعتمادا على ما تم تقديمه من تقارير من قبل المنظمات السورية أنه لا توجد أي انتهاكات بما يتعلق باللاجئين السوريين في تركيا وكل ما يشاء بالنهاية هي عبارة عن حالة إثارة للفوضى ضد الحكومة التركية وما شابه ذلك مؤسف أن يكون اليوم تصريح جانب تركي مبني على تقارير من قبل المنظمات السورية لأسف الشديد طيب التوصيات التي تضمنها تقرير وإلى أي جهة وجهات طبعا التوصيات وجهات إلى الجانبين الجانب التركي والجانب الأوروبي بما يتعلق بالجانب التركي أشارت التوصيات في بداية إلى أن تركيا هي مواقعة على اتفاقية جنيف عام 1951 وبروتوكول نيويورك عام 1984 واتفاقية مناغضة التعنيف عام 1984 هذه الاتفاقيات الثلاثة تتضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية لذلك كانت التوصي الأساسية للحكومة التركية بالالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية ولا سيما اليوم أن مناطق الريف الشمالي لا تعتبر مناطق آمنة اليوم لما قام يكون في عدنا قرارات ترحيل اللاجئين السوري إلى الريف الشمالي الحكومة التركية تتذرع بأنها مناطق آمنة لكن في الرابع عشر من شهر أيلول أزرت اللجنة الخاصة بسوريا التابعة للممتحدة تقريرها المتضمن بأن الجغرافية السورية بأكملها هي مناطق غير آمنة الآن لعودة اللاجئين السوريين بعيدا عن تقارير المتحدة قد يرفضها الجانب التركي بغض النظر عن الذريع أو الحجة ما شهناه في الأسابيع الماضية من وصول هيئة تحريج الشام والتي هي عبارة عن منظمة وصفت في قائمة الإرهاب إلى مطارح أو قيم يقول إلى عزاز أو عفرين كيف اليوم نحن بكل بساطة نرحل شخص إلى عفرين وكان فيها موجود هيئة تحريج الشام وهي بالنهاية منظمة إرهابية هذا الموضوع طبعا يترك للجانب التركي تقييمه بما يتعلق بالجانب الأوروبي تم دائما تقديم توصية أساسية أنه عدم اعتبار تركيا كبلد آمن بالنسبة للاجئين السوريين اعتبار تركيا كبلد آمن بالنسبة لمفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع يعرقل ويمنع اتفاقية عام 2016 المتعلقة والمتضمنة بعادة توطين مليون لاجئ سوري موجودين في تركيا في دول الاتحاد الأوروبي ما زالت دول الاتحاد الأوروبي تتذرع بإيقافة للتعامل مع هذه الاتفاقية بأن تركيا بلد آمن فلا داعي لعادة توطين اللاجئين السوريين طيب نلاحظ في الآن الأخيرة تراجع في خطاب العنصورية الذي كان منتشر كثيرا ودائما نشاهد فيديوهات أو نشاهد تعليقات بهذا الموضوع طيب هل هناك أي مراجعات معينة في التعامل مع ملف اللاجئين يمكن مراحضتها إن كان عند الأحزاب أو إن كان بمؤسسات الدولة التركية طبعا خلال الأشهر الماضية أستاذي نحن من شهر شباط تقريبا للأمانة بدأنا بلقاءات مكثفة تحديدا مع أحزاب المعارضة سواء كان مع رؤساء الأحزاب سواء كان مع نواف البرلمان هم بالنهاية ممثلين أهاي الأحزاب هذه اللقاءات بالنهاية أشن فيها مرارا والتكرار إلى واقع اللاجئين السوريين كحالة إنسانية وبعد اللاجئين السوريين عن أي استخدام سياسي قبل الانتخابات كأداة سياسية كذلك الأمر كان خلال الأشهر الماضية من خلال تواجدنا مع بعض نواف البرلمان قانون التضليل الإعلامي له جانب طبعا كبير جدا بموضوع انخفاض مستوى الخطاب الكراهية والتعميز العنصري لكن بالنسبة إلى الأهم بهذا السلط كان من خلال تواصلنا وتنسيقنا مع معظم المنظمات الأوروبية ورأس هيومان رايت فوج سواء كانت أما سينشليار اللي هي حاليا طبعا مديرة مكتب هيومان رايت فوج في التركيا أو سواء كانت نادية هاردمان اللي هي عدة التقرير الحالي اليوم التواصل مع منظمات الأوروبية منظمات الحقوقية الأوروبية أو حتى معلومة متحدة كان له الأثر الكبير بالضغط على الأحزاب المعارضة أو على الشخصيات المعارضة اليسارية لأن الأحزاب اليسارية في تركيا دائما ترى في الاتحاد الأوروبي أو في دول الاتحاد الأوروبي مرجعية فكرية وأودولوجية لها لذلك الضغط عليها من قبل هاي الأحزاب أو خلال نقول هاي الدول كان له الأثر الكبير ولا سيمة كان دائما خطام لدول الاتحاد الأوروبي أو للمنظمات الأوروبية إن كانت اليوم أوروبا تسعى إلى منع قدوم اللاجئين السوريين إليها من تركيا فعليها في أول خطوة وأهم خطوة أن تمنع الأسباب التي تدفع باللاجئين السوريين إلى مغادرة تركيا ألا وهو تنامي خطاب الكراهية والعنصرية نعم أشكرك كثيرا ناشط في مجال حقوق الإنسان طهيا غازي كنت ضيفا هنا في الاستيديو